من أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر ومن رحمة الله بعباده أن جعل للقيامة علامات تحصل قبلها تذكيرا لأهل الأرض وإنذارا فمنها نار تخرج من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصر وقد خرجت هذه النار بالمدينة النبوية في جماد الآخرة سنة أربع وخمسين وستمئة ومنها قوله صلى الله عليه وسلم يكون في آخر هذه الأمة خسف ومسخ وقذف والخسف هو ذهاب الشيء في الأرض والمسخ تغيير الخلقة إلى أخرى أقبح والقذف الرمي بالحجارة ولا تقوم الساعة حتى تكثر الزلازل قال المهلب ظهور الزلازل والآيات وعيد من الله تعالى لأهل الأرض قال الله تعالى وما نرسل بالآيات إلا تخويفا ولا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان فتكون السنة كالشهر والشهر كالجمعة وتكون الجمعة كاليوم ويكون اليوم كالساعة وتكون الساعة كالضرمة بالنهار قال ابن حجر المراد نزع البركة من كل شيء حتى من الزمان وذلك من علامات قرب الساعة ولا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا وأرض العرب جزيرة العرب والمروج هي الأرض الواسعة كثيرة نبهت ومن أشراط الساعة الدخان قال تعالى فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين وهو دخان يكون قريبا من قيام الساعة يأخذ بأنفاس الكفار ويأخذ المؤمن منه كهيئة الزكام ولا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت من مغربها آمن الناس كلهم أجمعون ولكن لا يقبل منهم حينئذ إيمان لأنه إيمان اضطراري لاختياري قال تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون